موسيقى 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 الخامس للسيد عبدالله بن دخيل الله بن سلامة الجهني هذه النتيجة وهذا ثاني ندى للمراكز الخمس الأوائل شوط الشداد شوط التحدي مع ميدان التحدي على مقدمة هذا الشوط أرد تسلل على المقدمة في هذه اللحظات من الجانب الثاني يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز شرط يغير إلى مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن عيسى بن عبدالله الكواري على مقدمة هذا الشوط ننتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني مبلش ومبلش اليوم بيبلشهم بيبلشهم وعليه ترشيح أيضا من الصومال يورشح الانتزاع الشداد وانتزاع سيارة هذا الشوط ها هو مبلش للسيد فري بن سالم بن عبدالعزيز المري على المركز الثاني عينه على مقدمة هذا الشوط عينه على شرط بدأ يتسل المبلش بلش الجميع بلش الجميع على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات ينتزع المركز الأول وإلى المقدمة وإلى الشداد وإلى الناموسي وإلى الفوز ها هو مبلش للسيد فري بن سالم بن عبدالعزيز المري وفي المركز الثاني المركز الثاني يا شرط للسيد محمد بن عيسى بن عبدالله الكواري وفي المركز الثالث نجران غادم نجران للسيد مهدي بن علي بن محمد اللي في المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع جسار للسيد عبدالله بن دخيل الله بن سلامه الجهني وفي المركز الخامس صفوان في المركز الخامس للسيد يمع بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري هذه النتيجة وبدأت الأمور تختلط في بعضها بعض المراكز المتقدمة أرد تسلل الآن نجران يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط يا سلام يا نجران غادم من مدينة نجران للمشاركة هنا في دولة غطر في ميدان الشحانية ها هو نجران على مقدمة هذا الشوط للسيد مهدي بن علي بن محمد ينتزع المركز الأول في هذه اللحظات لكن من الجانب الثاني يا بوي يا بوي يا بوي على التسلل إلى المقدمة في هذه اللحظات المتحد بدأ يتحد مع مقدمة هذا الشوط مع الشداد للسيد سالم بن كرامة بن عيضة العامري يتسلل يتسلل إلى الشداد والاتجاه تجاه سليم واتجاه صحيح إلى خط النهاية وإلى الفوزي والنموس يا سلام على هذا الأداء المتميز للمتحد بدأ يتحد مع مقدمة هذا الشوط وهو لغرب لغرب للشداد لغرب للنموس لغرب للتتويجي بهذا الشوط شوط الشداد بنقول سلام سلام عليكم يا دولة الإمارات العربية المتحدة واسعد الله مساكم يا أهل العاصمة تهانين من العماق لسيد سالم بن كرامة بن عيضة العامري المركز الثاني صفوان للسيد عبد نافع بن مبارك الشدي المنصوري وفي المركز الثالث المركز الثالث نجران للسيد مهدي بن علي بن محمد المركز الرابع المركز الرابع الذي وصله في المركز الرابع جنيف للسيد راجد بن سعيد بن منانا الاجتبي وفي المركز الخامس خطر للسيد حمد بن عبد بن حمد بن بطي الاجتبي هذه النتيجة وتابعته أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام تابعته المتحد تقريبا في 800 متر الأخيرة ينتزع المركز الأول ينتزع الشداد ينتزع السيارة هذا الشوت بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار ويهدي النموس إلى مالك سالم بن كرامة بن عيضة العامري ها هو المتحد بعدما اتحد مع مغدمة هذا الشوت بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار مسجلا توقيت زمني ساعة وصوله إلى خط النهاية خمس دقائق 54 دانية 48 جزء من الثانية تهانينة للسيد سالم بن كرامة بن عيضة العامري على فوز المتحد بشوط الشدادي وهذا الشوت والذي وصل في المركز الثاني صفوان وصل في المركز الثاني خمس دقائق 55 14 جزء من الثانية تهانينة للسيد يمع بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري والذي وصل في المركز الثالث المركز الثالث نجران خمس دقائق 58 دانية ثلاث أجزاء من الثانية تهانينة للسيد مهدي بن علي بن محمد على فوز نجران بالمركز الأول تهانينة للجميع على هذا الأداء المتميز والمشاركة في هذا